بالتأكيد كابتن أو دكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أنا بشكر حراك شكرا جزيلا بعد اللحظات هيكون معايا كابتن جهاد جريشي حلنا لدائة تحكيم وأدائة كابتن بغيب نور الدين ومساعدين في هذه المواجهة مرة أخرى عايزة أشيد جدا بجوزي جوميز وأشدت بإدارة نادي الزمالك عايزة أشيد بقى كتير قوي بكتر من اللاعب في نادي الزمالك فرقا كلها ماشي بشكل كويس ناصر مهر النهاردة عمل مباراة كبيرة جدا عايزة أشيد قوي قوي ودي له حقه بشكل كبير جدا دونجا دونجا من اللعيبة اللي كانت تتعرض لانتقادات كثيرة جدا دونجا هو السبب اللي خلى دفاع نادي الزمالك يتحسن كثيرا في الفترات الأخيرة في المباريات الأخيرة هو منظوم الدفاع مش بتتكلم عن الرباع اللي وراء بس لازم وصل الملعب أقوي جدا دونجا شايلت قصة تقريبا في وسط الملعب دفاعيا لوحد يعني عبدالله أداء الهجومي أكبر عبدالله السعيد أحمد حمدي أداء الهجومي أكبر الناصر مهر أداء الهجومي أكبر أماما يشارك أداء الهجومي أكبر فوسط الملعب دفاعيا أنا فكرني أنا أخيرا النهاردة شفت بديل طريق حامد في الزمالك دونجا النهاردة بنسخة طريق حامد شفته في مبارات النهاردة لعب آخر يستحق الإشادة لأنه وانتقد كثيرا كثيرا من جميع النادي الزماني قبل أي حد عمر جابر عمر جابر لعيب عنده خبرات ملتزم ما بيعملش مشاكل يلعب بك راي تلعب إلعب بك ليف تلعب إلعب في نص الملعب إلعب جناح ماشي إلعب مساك شغال إعمل أي حاجة في الملعب الراجل دايما ملتزم بس عشان حضرتك تبقى فاهم كمشجع وكمتابع أحيانا لعبين بيظهروا بمستوى غير جيد عشان المدرب حطوهم في مواقف صعبة في الملعب يعني إيه يعني لو بك رايت ودخل عليها تنين لعيبة وما فيش حد بيغطي عليها معايا من الجناحات من لعيب الوسط هباني إن أنا لعيب سيئة جدا عشان هترقص وهيبع عليها ضغط كبير جدا فأحيانا المدرب وطريقة لعب المدرب هي اللي بتخلي اللعيبة تظهر بشكل كويس أو لا عمر جابر ماشي بشكل كويس المسلوسي وحسام عبد المجيد شغالين وكويسين زيزو طبعا النهاردة بالمناسبة إصابة زيزو تميل لك قديشه زيجو ميز ده مدرب كبير واحد غيره يتهز واحد غيره يتلغبط واحد غيره يحصل له أزمة أهم لعب في الفرقة بيتصاب بعد عشر دقيقة بين الشوتين بيخرج أحمد فتوح تاني أهم لعب في الفرقة مصاب برضو ورغم كده واصق الخطوة يمشي ملك أداء رائع جدا من جوزي جو ميز ونادي الزمالك أنا مش بتكلم على الأداء في المباراة عشان المباراة دي هتكلم أنا بس بعد شوية وأقول لك الأداء فيها كان عامل إزاي أنا بتكلم على أداء التكتيكي والفني مع نادي الزمالك منذ تولي المهمة ترجمة نانسي قنقر